السلام عليكم احبابي ورحبا بكم جديد في قناتي شهوة امن انصاف معكم فراح فيديو جديد وصفة جديدة ولي عشق شوكولاتة ووصفة اليوم كيف مما كتشوفوا هو كيك الشوكولاتة الرهيب لكي يجي اكتر من رائع وكي يجي لديد وخفيف بزاف كنت من الوصفة وايضا الكيك اللي غاد نشارك معكم اليومينا للاعجاب ديالكم وما تبخلوش عليا كيف ديما بلايكاتكم وتعليقكم الجميلة وتشتركوا في القناة اذا كنتوا اول مرة كتزوروها وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد معليكم الى اتبعوا معي الفيديو للاخر باش شوفوا المكونات والطريقة وفرجة ممتعة ونبدأوا بسم الله على بركة الله بنسبة المكونات غادي نحتاج علبة من مستحضر مشروب الكاكاو الحلو اللي كنستعملو مع الحليب بنسبة لها العلبة هادي كتوزن 100 جرام كيف ما كتلاحظو غادي نستعملها كاملة غادي نضيف لها كاس عنبا ونصف من الماء ما بارد يعني من روبيني عادي كاس ونصف ثم غادي نضيف كاس ونصف عنبا من زيت نباتية يعني نفس العبار ونفس الكاس اللي كان عبر به في الاول الماء كان عبر به الزيت وكان عبر به ايضا سكر سانيدة اللي حتى هو كاس ونصف من سكر سانيدة وغادي نضيف هنا جوج اكياس دي البودرة الكاكاو المر او لا ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو المر غادي نخلط المكونات ديالي حتى كينساجموا مع بعضهم ومن بعد غادي نوضع الكاس رونة ديالي لنار متوسطة بحالي غادي نطيبوها السلصة هادي غادي نوضعها على نار كيفما كانت تكون متوسطة وكنحركوها هاكا مرة مرة باش كينساجموا لنا المكونات اكتر حتى كتوصل لدرجات الغليان وكتدير فقاعت في الجوانب على هات الشكل هذا كيفما كتلاحظوا معيها اخواتي هنا السلصة ديالنا كتكون صافي وجدات غادي نطفيو عليها النار كتكون هادي هي السلصة ديالي الكاكاو ديالنا بعد ما وجدات غادي نقص منها كاس ونصف عنبا باش غادي نسقيو الكيك ديالنا من بعد في الاخير بعد ما غادي نطيبوه اكيد وما تبقى من السلصة ديال الكاكاو غادي نحتفظ بها في واحد الاناء او لا في واحد سلاديغ اللي غادي نخليوها حتكت برد مزيان عد باش غادي ندوزو المرحلة الموالية باش غادي نكملو الكيك ديالنا ضروري ان هات السلصة ديال الكاكاو نخليوها حتكت برد مزيان نضيف المرحلة الثانية بالنسبة لكيك من السوس من السوس من السوس ونضيف 10 غرام شوكولات غيش نضيف نضيف الوجه من الفق نضيف 10 غرام شوكولات من احسن انكم تستعملوا شوكولات غيش كيف ما لاحتوا هذه هي الصلصة الثانية تكون تقيلة على هات الصلصة اللولة تكون خفيفة وهنا سنضيف المرحلة الموالية او للمرحلة الثانية بعد ما كانت اكدوا ان الصلصة الكاكاو تكون بردات مزيان كان اكد اخواتي على هات المرحلة هذي تكون بردات مزيان عد باش نضيفو هنا ثلاثة الحبات يكونوا بحجم متوسط ويكونوا ايضا بحرارة المطبخ ونخلط البيض مزيان مع هات الصلصة الكاكاو على هات شكلها حتى ينساجموا جيدا مع بعضهم ثم نضيف جوج كؤوس عن بعض من الدقيق ليكون مغربي نضيف الدقيق تدريجيا على هات شكلها وانا كنا نخلط في الخالط بهذا الشكل هذا حتى ينساجم عندي الخالط ويكون خالط متجانس ما كيكونش تقيل بزاف الخالط خصوه يكون شوية خفيف باش هكا حتى الكيك ديان يجي خفيف ويجي مهوي هنا غادي نضيف ثلاثة ديال اكياس ديال خاميره كيموية بالنسبة لهات الاكياس هادو كله وحده تتوزن سبعة جرام غادي نضيف دائما الخاميره في اخر مرحله وغادي نعود نخلط الخالط ديالي بعد ما كنضيف الخاميره باش كتنساجم ايضا مع الخالط على هات شكل هذا صراحة هاد الكيك كيجي رائع بزاف وكيجي لديد كيجي خاطير بزاف البنات باقل من عشرين درهم يمكن لكم تحضروا هاد الكيك هادا سافينا غادي ناخد المول اللي كنكون دهنتو بزيتو ورشيتو بالدقيق بنسبة القطر ديال المول 24 سنتيم غادي نفرغ فيه الخالط ديال الكيك هنا الفران يكون شاعل على درجة حرارة 180 كندخلو الكيك ديالنا يطيب مدة طهي 35 دقيقة بحالي غادي نطيبو الكيك العادي اللي موارفين كنطيبوه من بعد ما كيطيب لنا الكيكو كنخرجوه من الفرن كانت تكوه بفورشيطة على هاتشكل هادا او لابعود ديالشيواء او لكي غضو ومن اللي احسن ويستحسن انكم تكوه بالفورشيت هكا باش كدخل ديك السلصة مزيان مزيان مني كنسقيو هاد الكيك هادا كدخل ديك السلصة مزيان لداخل ديال الكيك صافي هنا كيف ملاحته اخواتي بعد ما تقبت الكيك بالفورشيطة تقبته مزيان وكامل كيف ملاحته غادي مدا كنطيف عليه ذاك الكاسي عن با ديال السوس ديال الكاكاو اللي خليت في من قبل وكندوز هكا المعلقة من الفوق باش كدخل ديك السلصة داخل ديال الكيك بهذا الشكل هادا كنتمنى طريقة تكون واضحة كنسقيه مزيان مزيان بذاك الكاس ديال السوس وكنزيد نتك الابان وليش بلايس ما يعني ما متقوبينش مزيان كنزيد نتك هم بالفورشيطة ونسقي الكيك ديالي حتى كنكمل ذاك الكاس كامل ديال ديال السلصة ديال الكاكاو ونا غادي نحيد الايطار من الكيك كيف ما كنتشوفو كيجي مهوي وكيجي رائع وكيجي خفيف بزاف غادي نحط الكيك ديالي في طبق ديال التقديم وغادي نكمل ليه التزيين ديالو هنا غادي ناخد داك نس كاس ديال السوس اللي دفط لها 10 غرام ديال شوكولا غيش او لديك السلصة اللي كتكون تقيلة على هات شكل هادا وغادي نوزعها ايضا في الوجه ديال الكيك باش كيدرق لي دوك العيوب ديال التوقب اللي تقبت بالفورشيت غادي نوزع هات السلصة على الوجه ديال الكيك بهات شكل هادا غادي ناخد واحد سباتلين وغادي نبد게 ندهن او لكن زرح ديال السلصة على الوجه ديال الكيك بهات الشكل هادا وغادي ندهن ايضا الجوانب ديال الكيك بهت成 السلصة فذاك الكاس اللي ضفت عليها obey�uri 10 غرام ديال شوكولا اعطاني كاس كيف ما لحتو راقضني يعني باش غادي نزين الجوانب وايضا الوجه صافي كان استمر على هاد الكيفية كان ذهن ديك السلسة على الجوانب مزيان وايضا على الوجه وكان قادها بهاد الشكل هادا كيف ما كتلاحظو صراحة كتجي رائعة بزاف وكتجي الديدة كاتش هي بنسبة لتزين اخواتي غادي نزين هنا بفيرميسي ليل شوكولاتة السوداء اللي تقدرو تعوضوه بالقرقاع انصاف اولا باللوز اولا بكاك الكوكا ولي محمر ومهر مش يعني اي حاجة متوفرة عندكم تقدرو تزينو بها انا زينتها بهاد الشعرية ديال الشوكولات يعني بما ان الكيك ديالنا ديال الشوكولات فخليت تزين ايضا بالشوكولات وتيبقى هدا هو الشكل النهائي ديال الكيك اللي شاركت معاكم اليوما كيجي رائع بزاف وكيجي لديد ومعلك تقدرو توجدو الوليداتكم وتفرحوهم كيف ما كتعرفو الوليدات صغار تحماقوا على شي حاجة ديال الشوكولات هاد الكيك هدا را كيجي رائع بزاف وكيجي لديد وخطير مكونات كيف ما لاحطوا لهم بساطين ويعني ماشي مكلفين هنا غادي نقطع معاكم واحد طريف باش غادي تشوفوا الكيك كيف جاء من الداخل جاء معلك وجامسقي بديك السلصة هنا انا را قطعتوه هو ما زال يعني ما زال شوية سخون ما خليتو حتى برد ثم ما خليوا الكيك ديالكم حتى يبرد مزيان في الطلاجة واحد نص ساعة وعد اقدموه كانت مننا الوصفة والكيك اللي شاركت معاكم اليومين الاعجاب ديالكم وما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتعليقكم الجميلة وتشتركوا في القناة لكنتو اول مرة كتزوروها وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد وتبرتاجوا الفيديو مع احبابكم وصحابكم باش اه تعم الفائدة ومن هنا غادي نودعكم ونخليكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله وصفة قادمة دمتم في رعاية الله والى اللقاء كنتم مع فرح من قناة شوية ام انصاف الى اللقاء